السلام عليكم. حلقة جديدة من دردشة طبية على السريع. في مصطلح يعني في الطب مشهور جدا اسمه الطب الدفاعي او دفنسف اا اا ميديسن اللي هو الطبيب بيبقى الهدف الاساسي بالنسبة له مش انه يفيد المريض او ينقذ حالة المريض او يعالج المريض وانما هدفه الاول قبل كل ده هو انه يحمي نفسه طب يعني ازاي الكلام ده نتيجة طبعا اا يعني التحامل على الطباء وانه اي حال بيحصل له اي حاجة او بيعاني من اي مشكلة بعد التدخل الطبي على الطبي يمسك في الدكتور وهتيجة انه الاعلام وما فيش قانون واضح للمطالية الطبية وكل الكلام ده مع بعضه ضد الدكتور فالدكتور بيقول لك طب انا دلوقتي لما هعمل التدخل بالشكل الفلاني النتيجة لو المريض حصل له اي مشكلة او تعرض اي مشكلة بعد التدخل ده المريض حيشتكيني ومحدش حيسمي علي فيكون النتيجة ان انا قبل ما اعمل اي اجراء بادور الاول على كيف احمي نفسي قانونيا واعلاميا وقدام المجتمع وكل حاجة لان طبعا الدكتور في الاخر ده يعني في الاخر هو سمعة حتى لو القانون ما عقبهوش لك المجرد انه اشان المريض يطلع يشنع عليه في الفيسبوك وفي السوشيال ميديا وفي حاجة دي ده في حاجة لا تبعده بيقضي الدكتور اه لغاية تانية التمانية والتسعين تقريبا ما كانش في يعني كلام كتير في العالم كله عن فكهة الاخطاء الطبية والكلام ده لكن اه لما طلع كتاب من احد احد يعني الامريكيين يا هو كتاب امريكي قالك انه طبعا الكتاب كان بيبالغ جدا يعني قالك ان مش عارف فيه كام مليون حالة وفاة في السنة تحصل يمكن تجنبها بسبب الأخطاء الطبية يعني الأخطاء الطبية هي اللي بيتموت العيانين مش الأمراض اللي عندهم يعني فطبعا ده خلى هناك يعني ترند عالمي ما ده المستمر لغاية دلوقتي ضد الطبيب وضد أي حاجة بيعملها الدكتور وكأن الدكتور يعني مغسل وده من جنة المفروض ان هو يعالج المريض ويضمن بشكل كامل ان المريض هيخف وده طبعا محدش يقدر يضمنه في الدنيا كلها فاحنا عندنا هنا يعني مثال صغير ده طبعا نقلة عن الدكتور دياء حامد أستاذ المسالك البولية في طب أسيوت الدكتور ده بيحكي عن قصة مريض عنده تضخم صديدي في الكليا طبعا الكليا بازت خالص ومحتاجة انها تتشال الحل الوحيد هنا ان الكلية هنا تعويت الى بؤرة صديد وهو طبعا كل الإنسان عنده كليتين فالحل الوحيد هنا ان العيان ده يتشلوا الكلية البيضة دي خالص لانها تحولت الى بؤرة الصديد زي فكرة اللوز لما بتلتهب وتتحول الى بؤرة الصديد بيبقى حل أمثل لها انها تتشال طبعا لو الدكتور دخل المريض لعمليات وكتبه إقرار ان انت بجليتك بايضة وحجهلك ممكن بعد خمس دقايق رغم ان المريض كاتب إقرار على نفسه ممكن يطلع يقول ان الدكتور سرق من الكلية ويطلع يشتكيه وهكذا وحتى بقى أفلام فالدكتور عشان يحمي نفسه حول المريض الحاجة اسمها المسح الزري لإثبات ان الكلية بايضة عشان معاها ورق ورق دوكمنت يعني يثبات ان المريض ده محتاج فعلا استقصال الكلية عشان لما يشلوا الكلية لا يتهم الطبيب انه سرق الكلية ولا بحة او الحاجات اللي بتشوفها في الأفلام دي ان الدكتور سرق كلية المريض والكلام ده كله فيعني الفكرة انه انتشار الطب الدفاعي حيخلي الطباء طبعا يعني يبقوا مترددين وخايفين جدا من اي تدخل طبي والمشكلة اكبر مش في يعني المريض دي لحد ما ممكن يتأخر شوية هو حيحل بعض المشاكل مثلا طبيا او في شغله او في غيابه عن شغله او حاجات كده لكن مش حيموت يعني مش حيموت مثلا لو تأخر كم اسبوع في عمل العملية لكن في حالات تانية ممكن عدم التدخل الطبي يكون قاتل لها او يكون يضر بشكل كبير ومع ذلك الدكتور بيخافي يتدخل لانه لو تدخل اي مشكلة على الحفل او مضعفة الحفل للمريض محدش هيسمي على الدكتور من ضمن الحاجات مثلا موضعة العمليات الكبيرة مثل عملية المخ والاعصاب مثل الحوادث الكبيرة مثل الاورام السرطانية الكبيرة في كثاعات كثيرة يبقى التدخل الطبي واضح ومعروف لكن مثلا احتمالية النجاح هذه العملية مثلا 30% او 40% فالدكتور يقول لك انا اتحامل العملية وهدخل نفسي في رزق ان انا 60% او 70% من الاحتمال ان المريضة ممكن لكن انا مش هعمله العملية وقال ليه يموت بقى ايه يموت اتربنا بدل ما اتدخل طبيا والمريض يموت مني ولقى نفسي متهم بان انا اتلت المريض وبالتالي العمليات الخطيرة كلها عالميا مش في مصر بدأت الدكتور تهرب منها يعني في مثلا في بريطانيا كان الدكتور حاليا لما بيقرر يعمل عملية للمريض بيبعث له بالاميل المضاعفات المحتملة من هذه العملية بالتفصيل الممل وبالصور وبالفيديو والمريض الذي يرد عليه يقول له ان انا شفت الفيديوهات وشفت الثور وقاريت كل الكلام انت كذبه وانا موافع على كل هذه المضاعفات اذا كان ممكن تحصل بالنسبالي علشان كانت المان بيمضل المريضة على اقرار ويجي بعد كده في النيابة وفي المحكمة يقول لك انا ما شفتش الكلام انا ما شفتش الكلام ده ما فهمتش معنى ده ايه هو قال لي اقل ان المعاملية خطيرة لكن ما قال ليش ان انا ممكن ان اتشل ما قال ليش ان انا ممكن ان احطل لي مش عرف ايه فيعني زيادة او انتشار ثقافة الهجوم على الطباء عمال على البطال بيزول عند الطبيب ان الطبيب ده في اخر انسان مهواش مهواش ملاكي ان هيشتغل ويضحي بنفسه في قطر المريض في الاخر بزيادة ثقافة التحامل على الطباء عمال على بطالة ده الموقول بيزول عند الدكتور ثقافة الطب الدفاعي الطب الدفاعي حيخلي بعد شوية ان الدكاتر يبتشتغل بس في الحالات المضمونة وشوفنا الكلام ده على فكرة في بعض المستشفيات مش هقول اسامي مستشفيات كبيرة جدا في مصر هنا منها مستشفيات اللي هي القائمة على التورعات والحاجات دي الحاجات الكبيرة بتاعة الاوراق مش هقول اكتر من كده يعني هذه المستشفيات بترفض اي مريض مش متوقع انه هيخف يعني تخيل انت المستشفى بيدخل المريض بس اللي هي اضامنا انها انه لما يتعالج هيخف هما طبعا لما بتسألهم يقولك ان فيه جذق طبعا في دي اه جذق انساني وطبي ان انا متاح ليه اعالج ميت مريض فلئي اعالج المياه اللي هيموت here من عالج المياه اللي ممكن يخفه اللي هو uno اللي هيفرق معهم لكن طبعا يوجود جذق بنها اعلامي وجذق منها قانوني وجذق منها برضه لشان يطلع نسبة المستشفى النسبة نجاح الل هنا العمليات فيها وال LI لهاك فيها 95٪ و 99٪ في المياه فهو من الاول بيختار المرضى اللي ممكن يخفه اللي حالتهم في اولها اللي ممكن مع الالاج يخفه لكن المريض المتأخر ما بيلاقيش حد يعالجه والحكاية دي بدأت تظهر وبدأت تزيد بشكل كبير جدا يعني انا مش هكلم على حاجات انا شفتها بعيني مع الكترة زمانينا او معي انا شخصيا في ثلاثات كتير الحالة انا بهرب منها بقول الحالة دي حالة ملعبكة ومش هدخل فيها لان التدخل فيها بيبقى يعني انت مضرور في كل الاحوال لو عملت لها اي حاجة وحصل لها مشكلة يبقى انت اللي غلطان ولو كان في حاجة مفوتت الهلاء ومدت هلاش عشان خايف من المشكلة وحصل لها مشكلة يبقى انت بغضو غلطان فالاسلة من هنا لانت مش تبعي يروح لحد تاني برا الفكرة انه انت المفهول كمريض بتروح للطبيب المفهول انك انت عارف او انت بتسأل قبل ما تروح للدكتور انه ان الطبيب ده طبيب متمكن في التخصص بتاعه وفي المهنة بتاعته وبتحاول تراع يعني تدوع الدكتور اللي بيرع ربنا الدكتور اللي هو الكويس في مهنته الدكتور اللي هو مش بيعمل عمليات بدون سبب مش بيش 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 يعني في شغل القادر يعني ولو اكلم مش يعني نسبة يعني قليلة جدا من الدكتورة وفي المقابل انت لما بتروح الدكتور المفهول انه فيه نوع من الثقة بينك وبينه والمفهول انك انت ما تبقاش داخل للدكتور وانت من الاول متحامل ومجهز نفسك ان انا لو محظلش لو مخفتش انا انا حعمل وحسوي منظر سيء جدا اللي ظهر فيه متلسل جعف برد عمضة لما محمد رمضان بيقول للدكتور لو العيان ما خفش انا حقليك تحصله او لو مات حقليك تحصله دي بينشر ثقافة ان الدكتور المفهول يكون مغسل وضامن جنة الدكتور مفهول يعالج وهو ضامن الشفاء الشفاء من عند الله وحده الدكتور او الطبيب هو حلقة الواصل ما بين قدر الله ورحمة الله اذا غلب قدر الله يبقى الدكتور ولا ليه اي لازمة واذا كان الله قد قد قضى في في علمه ان المريض ده سيشفى برحمته يبقى الدكتور هنا سبب لهذا الشفاء مش اكتر من كده فلازم احنا بنكشف عند الدكتور ولازم احنا بنعمل عملية عند الدكتور يبقى عاملين حسابنا انه هناك احتمال ان الدكتور لسبب اللي لاجه مايفيدنيش او ان العملية اللي بعملها ما تفيدنيش او يحضر منها وضع فقط ده مش مش عاطول انا اروح اتحامل عالدكتور واشتكيع معها بطلع من المشكلة لان بالتدريج ده بيخلي الدكتور مع الوقت يبقى اه متاجهة اكتر زي ما قلت للطب الدفاعي وبعد شوية مش هتلاقي دكتور اصلا يعالجك خطوصا لو حاطلك صعبة يعني اه ختامة انا بذكر بس اه يعني حاجة كده انا احد المرضى في عيادتي الخاصة طاردت من عيادة وديتلو كشفه مريض عنده فوق السبعين سنة وجاي يكشف ويقولي الدواء اللي انت هتكتبهوه ده ليه اثاة جنبية فاذا بقوله هو طبعا اي دواء في الدنيا ليه اثاة جنبية بس احنا بنحاول نراعي انك انت عندك ضغط ما يديكش حاجة تكون ترفع الضغط ما عندك القلب ما يديكش حاجة تضر القلب احنا بنديك الاعلاج الاكثر من اسابة لحالتك والاحتمال الاثاة الجنبية فيه تكون اقل ما يمكن فيقوم الراجل يقولي على فكرة انا ابني محامي يعني اللي عطاري حاجة هاشتكيك ويقول انت جاي قبل ما تاخد العلاج اصلا بتفكر تشتكيني ازاي ده يا عم قال الله انا عنك وعن علاجك وعن حالتك وشوف حد غيرك تعليق عنده انا مش حكشف لك ومش حديك علاج وتفضل مع السلامة واخد كشفك بس وده اللي ممكن وده حيحفظ مع اي حد في مكاني فالخلاصة ده ما قلنا يعني لكل فعل رد فعل مسابة له في المقدار ومعاكسته في اتجاه ده ما قال نيوتن ده في الفيزياء ده في الاجتماع وفي التعاملات البشرية نفس الكلام انت لما مشاكل اللي بتتعامل لده كثرة من من طبيعي الشغلهم وكل يوم والتاني دكتور بتشهر به في الفيسبوك بسبب حاجات ملعبات هي ممكن تحصل وبسبب اصلا ان المريض من الاول حالته صعبة ده بيؤدي في النهاية الى انه الدكتور حينقل حالات اللي ممكن تخف بس هي الحياة اللي حيعالجها واي حالة صعبة او ملعبكة مش حيلاقلها دكتور يعالجها نلتقى على خير ان شاء الله مع حلقة جديدة من درشة الطبيعي السريع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته